اشتركوا في القناة ومعجزاته من قطعة النظير النهاردة هنقرأ وهنتأمل في جزئة صغيرة من إنجيل يحن صح 6 كم آية صغيرين كده من آية 12 فلما شابعوا على خلفية القراءة دي حادثة إشباع الجموع بخمس خبزات وسمكتين معجزة في منتهى العظمة فلما شابعوا الجموع يعني قال للتلاميذ اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر من خمس خبزات الأرغفة التي فضلت عن الآكلين فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا يختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف أيضا إلى الجبل وحده بنتابع حبائي الحادثة الشهيرة اللي ذكرت في أصحاح 6 واللي ذكرت بتفصيل في الأناجير الأربعة لدرجة أهميتها واللي فيها أشبع المسيح له كل المجد خمس آلاف رجل مع عدى النساء والأطفال يعني فوق نقول عشرين ألف أو أكتر يعني ممكن حوالي فعلا العدد يوصل لألاف مؤلفة وشفنا قد إيه مهم عند الرب أننا نقدم له ما في إيدينا زي الولد الغلام الصغير ده اللي قدم الخمس خبزات وسمكتين برضى وبفرح وكمان بثقة في قدرة الرب أنه يقدر يشبع الجموع بالقليل المحدود اللي في إيديه وما وردنا البسيطة يا درس في منتهى الروعة يا حبا أتمنى أننا أتعلمه بقوة وكل واحد فينا يتعلمه ويحفظه في قلبه بحظوا معايا يا حباقي حاجة مهمة وهي الوحي بيقول لنا فلما شابعوه يعني مش بس بكل واحد أكل لقمة يكسر بيها جوعه زي ما بيقوله لو يسند بيها قلبه لكن بيقول شابعوه يعني أكله على الآخر لأنها كانت وجبة دسمة الحقيقة وجبة دسمة وطازجة يعني fresh bread و fresh fish خبز طازج مخبوص في السماء نزل من السماء سخن وسمك مشو كمان نزل سخن مع الملايكة وصلوه ب home delivery over السماوي شيء ملفت يا حباقي أنه الرب اهتم أنهم يجمعوا الكسر الفضلة اللي كي لا يضيع شيء في عدد 12 قريناه عشان ما يحصلش تلف مش عايز يحصل waste وهنا درس نتعلمه أننا لا نتلف ولا نهدر ولا نرمي الأكل ما نرميش يا حباقي فيه ناس جعانة بيموت من الجوع حرام علينا لو نرمي الأكل لأنه ده نعمة وبركة من عند الرب وفيه ملايين محتاجة للقمة العيش بيموتوا من الجوع في أماكن كتير كمان فيه نقطة ده السرع انتباهنا ليه 12 قفة؟ ليه 12 قفة بالتحديد؟ تفتكروا صدفة؟ أنا ما افتكرش إنها صدفة 12 زي ما احنا عارفين هو عدد التلاميذ اللي اشتغلوا وتعبوا معاه فعملية إشباع الجموع وكأن الرب بيقول للتلاميذ وكل واحد منكم هياخد قفة لبيته عشان يطعم علته كمان مش بس أنتوا تاكلوا لكن أنتوا كمان علتكم هتشبع معاكم فهو المكتوب عنه أنه يعطي خبزا للآكل يا سلام وكمان يشبع الجياع خيرات وهنا بحب أنوه إنك إن كنت بتخدم الرب وبتضحي من أجله فتأكد تأكد إنه مش هيسمح إن عيلتك تبات جعانة أو إنه يكون في عوز في بيتك للقوت اليومي لأنه قال إنه بيقوت الطيور طيور السماء وحيوانات البر فكان بالحري أولاد والغالين عليه لا يعوزهم شيء من الخير زي ما بيقول في مزمور 34 آخر ملحوظة في قراءتنا النهاردة هي في آية 15 واللي بتقول إنه إن الناس كانوا عايزين يجوا يخطفوه عشان يجعلوه ملك الناس اللي شبعوا وانبهروا بالمعجزة الرهيبة قالوا هو ده هو ده اللي احنا عايزينه يملك علينا ده الشخص اللي هيدبر لنا أكل وشرب تمام التمام هيسدد كل احتياجاتنا هيسدد كل احتياجاتنا الزمنية والمادية والجسدية فياريت هو ده اللي يملك علينا ويكون فعلا هو ده الملك اللي احنا مستمينه فكر بشري جسدي نفعي بحت عشان كده الرب هيقول لهم بعد شوية إنكم جيتوا ورايا عشان أكلتوا وشبعتوا اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان وفي عدد 27 هنا كلام مهم لنا كلنا وخصوصا اللي بيحبوا يحضروا اجتماعات ويزوروا كنايس ومؤسسات مسيحية وخيرية بس عشان يستفيدوا ماديا أو عشان يحصلوا على منفعة وقتية من فلوس ولبس وأكل وشرب وغيره رب هنا بيحذر وبيقول اهتموا بحياتكم الأبدية بمصيركم الروحي أولا فاتأكد إنك جيت للمسيح لذاته جيت للمسيح لنوال غفران الخطايا ونجاه من الموت الأبدي وعذاب الجحيم والحصول على بناويتك للآب بفضل زبحته زبحت المسيح الكاملة اللي قدمه على الصليب لأجلك هذا هو الشبع الحقيقي الأبدي مش لقمة مش ممتعة مادية مش شوية فلوس مش شوية لبس مش شوية مساعدات خيرية دور على مستقبلك ومصيرك الأبدي واشبع الشبع الروحي الحقيقي في علاقة حية مع الله في المسيح يسوع اقبل عمل خلاصه خليه تحرك بدم دبيحته خليه يملك بروح القدوس خليه يولدك من جديد خليه يجعلك في علاقة صحيحة مع الله خليه يضمن لك مصيرك الأبدي بصلي من كل قلب أنه كل واحد فينا النهاردة يتأكد من مصيره الأبدي في المسيح يسوع وليح كل المجد إلى الأبد آمين